احنا قدمنا تعديل نتحمل به المسؤولية كاملة لضحايا الارهاب انه بس شنو كون اللجان هاي تربط بمؤسسة الشهداء مو احنا تجينا الملفات جاهزة يعني هاي اليوم قاعد في مؤسسة الشهداء ما الي كل دور في ملفات ضحايا الارهاب تيجي جاهزة ومصادق عليها تيجينا جاهز حتى اذا مثلا يجينا مزور كونها تعاطوية بس احنا من خلال اجراءاتنا مثلا على سمثال بعض الملفات تجينا بدون موقف امني فشنسوي نخاطب الجهات الامنية نخاطب الداخلية الدفاع الامني الوطني المخابرات نطيهم المعلومات فشنو تجينا المعلومات انه هذا عليه قيد امني اللي مصادق عليها اللجنة وهي اللي المفروض ما تصادق عليها اذا ما القيد الامني اذا معلومات ايجابية اصادق عليها ماكو مشكل بس اذا معلومات سلبية ليش تصادقون عليها فهم ما يخاطبون اصلا او يتم المخاطبة وتخفى هذه المعلومات أو يتم المخاطبة لداخل المحافظة يعني مثلا على شبيل المثال في بغداد مثلا أو في محافظة أخرى يتم مخاطبة استخبارات تلك المحافظة أو جهاز الأمن الوطني في المحافظة هذه المدولة لم يعدهم معلومات مثل المعلومات الموجودة بالحكومة الاتحادية الحكومة المركزية يعني نحن نخاطب وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات اللي هي عندها قاعدة بيانات كبيرة جدا عن جميع الإرهابيين فيضطون معلومات دقيقة فهنا كشفنا أكثر من ألف ألف ومئتين تقريبا ألف ومئتين معاملة لإرهابيين إرهابيين ويأخذ إراداته بيهم شهداء وبيهم مصابين وأوقفنا